ومن لندن ينضم إلينا مرسل الغد عمر شاكر عمر الأجواء قبل الساعات الأخيرة من البحث عن رئيس وزراء جديد لبريطانيا أحد المرشحين الخمسة المتبقين في التنافس لزعامة حزب المحافظين أصبح رسميا خارج أسباق بعد نيله أقل الأصوات من قبل أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم حصل على 27 صوتا وهو بالتالي خارج أسباق هذه الجولة الثالثة من التصويت ما زال يتصدر فيها بورج جونسون المؤحد المرشحين البارزين ووزير الخارجية السابق والذي تصدر هذه الجولة من التصويت بحصوله على 143 صوتا وثم تلاه وزير الخارجية الحالي جرمي هند بحصوله على أكثر من 50 صوتا وكذلك وزير البيئة مايكل غوف أكثر من 50 صوتا وما زال المرشح الرابع في السباق هو الساجد جافيد وزير الداخلية الذي حصل أيضا على أكثر من 30 صوتا وبالتالي الآن ستجرى عملية تصويت أخرى لبقاء شخصيتين يتم عرضهما على عموم أعضاء حزب المحافظين في المملكة المتحدة ليتم إعلان الفائز في هذا السباق لزعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في الثاني والعشرين من الشهر المقبل هذه الجولة الثالثة من التصويت جاءت بعد مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة يوم أمس تبايلت منهجهم حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بورج جونسون مثلا بدى واضحا أنه يريد تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الواحد والثلاثين من أكتوبر المقبل وهو الموعد الرسمي حتى هذه اللحظة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما جاريمي هانت ومايكل غوف المرشحين الآخرين عبرا عن رغبتهما أو بالقول أن هناك ربما تكون حاجة للمزيد من الوقت أبعد من هذا الموعد للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ربما إعادة التفاوض بينما المرشح الخاسر لهذا اليوم قدم حجة أخرى في هذه الحملة الانتخابية بالقول أن ليس هناك صفقة معروضة من قبل الاتحاد الأوروبي وأن الخروج من دون اتفاق سيكون كارثيا وبالتالي هو قال أيضا بعد عملية التصويت أن رسائله هذه حقائق ربما ليس الناس على استعداد دائم أو تام حتى هذه اللحظة لسماع هذه الحقائق كما نصد عمر هل المفاجآت واردة في التصويت القادم غدا أم أن المؤشرات تتجه نحو بورس جونسون المفاجأة ستكون حاضرة في كل الأوقات في عمليات التصويت ربما يكون هناك انسحاب كما حصل مع تري زمي عندما بقت المرشحة الأولى وبالتالي لا حاجة لعرض أي شخصيتين على عمو أعضاء حزب المحافظين في البلاد ما زال بورس جونسون يبدو أنه من الواضح سيكون في الجولة الأخيرة لكن هل سيكون هناك مفاجأة بانسحاب المرشحين الآخرين أم يكون هناك دعم قوي لشخصية يمكن أن تنافس بورس جونسون في الجولة الأخيرة ويتم هناك حملة انتخابية واسعة يختار أعضاء حزب المحافظين الحاكم في عمو البلاد على إثرها شخصية يمكن أن تحكم وتقود الحكومة المقبلة للمملكة المتحدة شكرا عمر شاكر مرسل الغد كنت معنا من لندن ترجمة نانسي قنقر